بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين أما بعد فقد قال الله عز وجل وفعلوا الخير لعلكم تفلحون إن الله تبارك وتعالى يحضنا على المبادرة إلى الخيرات وعلى قضاء حوائج بعضنا البعض ويحضنا على الازدياد من الخير فالحري بنا أن ننفس كروبات المكروبين وأن نيسر على المعصرين وأن نقضي حوائج المحتاجين وروا مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أي لا تحتقر شيئا من الحسنات ولو كانت تلك الحسنة أن تنظر إلى أخيك المؤمن بوجه طلق أي بوجه غير عابس بل بوجه يؤذن بالفرح بأخيك المسلم بأخيك المؤمن فإذا لم تعمل مع أخيك المؤمن شيئا إلا أن تنظر إليه بوجه طلق فذلك عند الله تعالى عظيم وهذا من أسهل الحسنات أن تلقى أخاك المؤمن بوجه طلق بشوش فيدخل السرور إلى قلبه وزيارتك لأخيك المسلم المريض قد تخفف شيئا من آلامه وسؤالك عن أخيك البائس قد يزيل عنه شيئا من همومه وأحزانه وإعانتك لأخيك المحتاج تدخل الفرح والبهجة إلى قلبه لقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحتقر من المعروف أو عمل البر شيئا وعمل البر والخير كثير روى البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة أي كل عمل بر فإن فيه ثواب صدقة ولما كانت أعمال المعروف كثيرة بعضها أعظم من بعض ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أسهل على النفس وهو أن يلقى المسلم أخاه المسلم بوجه طلق فما كان أشد كلفة من المعروف كان أعظم ثوابا ومن أراد الكمال عمل بهذا الحديث وأمثاله مما فيه ترغيب على أن تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك فقد روى الترمزي أن أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من نجات يا رسول الله قال تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك معنى الحديث أنه إن كان لك رحم يقطعك فإذا وصلته أنت ولم تعامله بالمثل كان ذلك أعظم أجرا عند الله من أن تصله إن كان يصلك هو كذلك إذا كنت تعامل شخصا تحسن إليه بالعطاء والهدية لوجه الله تعالى ثم هو لا يعرف لك ذلك لا يهديك شيئا ولا يعطيك فأنت إذا ثبت على هذه الحال كان ذلك أعظم أجرا لك عند الله لأن هذه خصلة أهل الكمال أهل الكمال لا يوطنون أنفسهم إذا عملوا مع شخص مبرة على طلب المقابلة بالمثل لا يوطنون قلوبهم على ذلك بل همهم أن يرضوا الله تبارك وتعالى سواء عرف لهم الناس أم لم يعرفوا لهم هكذا هم الكاملون أما الناقصون الذين ما تنورت قلوبهم فهم متوقفون عند المقابلة بالمثل يريدون من غيرهم أن يقابلوهم بالمثل هذا ليس من خصال أهل الكمال الله تبارك وتعالى يعطي على العمل القليل الثواب الكثير وهذا معنى الشكور الله تعالى من أسمائه الشكور ويسمى شاكرا بمعنى أنه يعطي الثواب الجزيلة أي الكبير على العمل القليل لذلك لا يحتقر المسلم المؤمن شيئا من الحسنات التي أمر الله بها لا يقل أنا عملت حسنات كثيرة حججت بيت الله وزكيت كثيرا وصليت كثيرا وصمت كثيرا وأحسنت إلى أقاربي وإلى جيراني فما لي ولهذه الحسنة الصغيرة لا يقل ما يدريه إن كان كثير من الأعمال التي هو يظن أنها تنجيه يوم القيامة فيها شيء من الخلل فلم يقبلها الله تعالى منه ما يدريه إن كانت تلك الأعمال الكبيرة في نظره فيها علة تمنع من كونها مقبولة عند الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم على كل منا أن يوطن نفسه على العمل بهذا الحديث والتزامه إن التزمناه صلح أمرنا وأكثر الناس غافلون عن العمل بهذه الوصية النبوية والعاملون بهذا قليل في عباد الله اللهم إِنَّا دَعُونَاكَ فَاسْتَجِبْ لَنَا دُعَاءَنَا فَاغْفِرِ اللَّهُمَّ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا اللهم اغفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف آمين يا رب العالمين